بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا نتحدث عن الشهود والأشهاد يوم التناد في يوم القيامة شهود وأشهاد على جميع العباد فالزمان يشهد لنا أو علينا والمكان يشهد لنا أو علينا قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما الذي جرى للكون ما الذي جرى للأرض حتى اضطربت هذا الاضطراب وتزلزلت هذه الزلزلة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد في هذا الموقف في هذه الساعة في يوم القيامة بهذه الأهوال العظام والأحداث الجسام قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها تتكلم الأرض وتشهد من الذي أعلمها ومن الذي أخبرها ومن الذي أشهدها الله سبحانه وتعالى بأن ربك أوحى لها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول أتدرون ما أخبارها قالوا ما أخبارها يا رسول الله قال أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل أو عملت عملت كذا يوم كذا وكذا وعملت كذا يوم كذا وكذا الأرض تشهد قال رسول الله تحفظوا من الأرض فإنها أمكم تضمكم تجمعكم تحتويكم وإنه ما من أحد عامل عليها عملا إلا وهي تشهد له أو عليه يوم القيامة إلا وهي مخبرة عملت كذا يوم كذا وكذا وعملت كذا يوم كذا وكذا السماء تشهد والأرض تشهد والأذان يشهد لصاحبه والحجر الأسود الأسعد يشهد لصاحبه لمن استلمه لمن قبله لمن أشار إليه والجوارح تشهد لنا أو علينا الجوارح نعم أعضاء الإنسان تشهد له أو عليه قال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين قال الله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون الجوارح تشهد لنا أو علينا فهل لا أطعنا مولانا هل لا عدنا إلى الله هل لا تبنا إلى مولانا هل لا ابتعدنا عن الحرام وأكلنا الحلال هل لا ابتعدنا عن الرشاوة والفساد هل لا أعطينا الناس حقوقهم ونحن نشهد على بعضنا البعض نبينا عليه الصلاة والسلام تمر عليه جنازة فيثني الناس عليها خيرا فيقول النبي وجبت 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 ثم مر بجنازة أخرى فذكرها الناس بشر فقال وجبت 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 فقالوا ما وجبت يا رسول الله قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم أو ذكرتموه بشر فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض مشاهدي الكرام يقول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عمثة وأنكم إلينا لا ترجعون علينا شهود من أنفسنا علينا شهود في السماء شهود في الأرض ونبينا عليه الصلاة والسلام شهيد لنا أو علينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الثبات من أهل الاستقامة من أهل الخير والصلاح أن يجعلنا من أهل الطاعة وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله